اشتركوا في القناة احنا نتكلموا انه دائما نزل يعني سؤالي تسألوا ونرى المدرب ونذاك جبته مدرب ارغم ما جبتوش مدرب يعني اسئلة صاخرة وكأنه هذا النوع من الناس يحتقر الجزائر بسبب فرد وكأنه الجزائر عاجزة عن تعويض مدرب لكن الحقيقة والواقع لو نحطوه في الواقع نقوله اخر انجازات المندخب الجزائري فكانتش بيد المدرب السابق كانت بيد بوغرة اللي جابنا كأس العرب وبعده يعني اه ما نتكلموش على منتخب اقل من سبعة عشر وكأس العرب نتكلموه على الاكابر عدنا اتحاد العاصمة كذلك عن تعريق بنشيخها اللي جاب كأس اكابر وحتى انه فاز بالسوبر ضد النادي الاهل وبالتالي انجازات الكرة الجزائرية ما رايش بتوقف على شخص كما رميصورها الناس احنا ما نجد للمدرب الذي اقيل واللمدرب السابق للمنتخب الوطني الجزائري لانه كل المدربين عندهم ما راح يكونوا فيها في المستوى العالي ما راح يكونوا فيها في المستوى مدربين ينجحوا مدربين يفشلوا ولما يفشلوا لازم تكون الاقالة وبالتالي انه الكرة الجزائرية ما توقفش على شخص واحد وما توقفش على رجل واحد وما توقفش على مسؤول واحد لا رئيس الاتحادية ولا مدرب ولا اي اهد ولا اي مسؤول اليوم خرجت الاخبار او قبل ما نبدأ في الموضوع كي الناس رايش دخل التصيح كي ما الطب اخرى ويصح في القناة انتعوا وجماعتهم والغاية وجماعتهم ما زالوا تحت الشوك ما زالوا تحت الصدمة لانه واحد لما يكون يقدس انسان يصدم لما يروح رغم انه ما بينهم بين انفسهم محتقدين بانه فشل نصيحتي ليهم او رسالتي ليهم بلا صيح بلا صيح الوضع لي لك صيح ما انا ما تصيحوش علينا اتفرجوا الفيديو وما تصيحوش خاصة في التعليقاتكم هما تعبتوا لي يدي هادي انا نكتب بيها نقدم بيها نصوغ بيها خلوها تريح شوية انا نضع لي سي بليمي سي بليمي سي بليمي ما مغيش نبلوكي الامان واحد لما فقط يجاوز حدود الحدود ثم يعني نبلوكيه لانه ما يشرفنيش تواجده يعني في القناة انتاعي اذا اليوم نخرج الخبر وتقريبا كل الصحفيين بما فيه مع انبرجبور يعني نخرجوا بالخبر بانه الاتفاق مع بيتكوفيتش تم يعني نقول انه 95% بيتكوفيتش هو المدرب 5% يبقى تعالى العقد بيتكوفيتش حصل على رخصة الدخول الى الجزائر يعني اطولوا الفيزا باش يتخلوا لجزائر باش يمضي العقد انتاعوا ويروح يشوف يعني سيد موسى يشوف الماركة سيد موسى وبعد يبدأ يباشر المهام انتاعوا مع بداية التربص المقبل هذا واضح جدا القائمة الاولية اكيد رح تكون هي القائمة تقريبا ما تختلفش كثير عن قائمة جاس إفراقية ككل المدرب يعني لما يجي رح يبدأ بالقائمة الاخيرة لانه ما يعرش اللاعبين الجزائريين رغم اني متأكد انه المدرب هذا عنده تقريبا اكثر من عشر ايام هو متفق مع الاتحادية يكون شوف اللاعبين يكون تصل باللاعبين حتى انه ممكن يكون تكلم مع بعضهم انه هذا عمل احترافي بطبيعة الهام وبالتالي اه اكيد رح يكون يعني حاضر للتربص وهو يعرف بعض اللاعبين يوجد اللغة الفرنسية لانه اعمل في فرنسا في بوردو الفترة هذه اللي الاعداء المنتخب الوطني اه رهم شدين فيها رغم انه كان مقنع جدا مع سويسرا وكذلك احتمى عالازيو يقدم كرة جميلة جدا وبالتالي بيتكوفيتش رح بداية المينيا والخامس ان شاء الله يكون هو المدرب رسميا المنتخب الوطني الجزائري وبحول الله اللي راح نروح معه الى كأس العالم الان اه اه قلوا بانه المنتخب الوطني الجزائري الشيء المليح هو انه بيتكوفيتش عنده الوقت وعنده الوقت كثير في هذا العام عنده مباراة برك تصفية كأس العالم اما غينيا وكذلك عنده مباراةين في تصفية كأس الفريقيا الفين وممسا عشرين في هذا الموسم وبيتلقوا في هذا العام وبالتالي نقولوا بانه المنتخب الجزائي لانه نشوف بانه ما نقول شرعه في ايادي امينة لانه احنا المدرب نحكم عليه لما يعمل هو كجودة عنده جودة كجودة ممكن تشوفوني مبالغ لو نقول لكم بانه اول مرة نعيش فترة جاء فيها مدرب عنده فرصه مدرب عنده سي في سي في بالمعنى الناس اللي يفهموا كرة القدم مشيه سي في بالطريقة الشعبوية هو الالقاب لانه الكثير يعتقدوا انه سي في هو الالقاب لا مغلطين السي في هو العمل هو طريقة الله طريقة التعامل الاستمرار الاستمرار مع المنتخب النادي اللي دربه وما يهمنا اكثر واكثر واكثر هو تدريبه للمنتخبات لانه تدريب المنتخبات وتدريب الاندية يختلف تماما مشي كيف كيف التعامل مع اللاعبين دمج اللاعبين في المنظومة تقديم طريقة لعب للاعبين ممكن تتلقى معهم 6 مرات فقط في العام في حين في النادي كل يوم معهم يعني اللاعب انت تشربوا المنظومة والنظام منتاعك واذا ما عجبكش اتبيعه في الشتاء واجيبوها اخر ولا في الصيف واجيبوها اخر اما المنتخب نجوم المنتخب لازم عليك انت تتعضبت معهم وانت تعطيلهم طريقة اللاعب لتقدر تخرج منهم الماقسيمة وهذا الشي مختص فيه بيتكوفيتش المدرب الحالي او المقبل المنتخب الوطني اكيد ما راش نقوله انه رح ينجح ورح يدير تاريخ ورح يكتب التاريخ ينذهب لا حنا الان رح يخلوه يخدم خلوه يعمل بعد نشوفه نشوفه والنجاح عنده بوادر النجاح ما يجيش بطريقة عشوائية النجاح والعمل عنده بوادر وبالتالي ممكن اننا نحكو اننا نحكو عن المدرب بداية من التاريخ المقبل لانه التاريخ هذا رح يشوف رح وكأنه يجي مراقب يشوفه اش كاين بداية من مباراة غينيا رح يشوفه اللمسة المدرب موجود بالتظهر لانه ما عندهش العصار السحرية لكن العمل اللي نتاعه يبدأ يظهر اذا نقوله هنا نتمنى التوفيق لبيتكوفيتش لانه نجاحه من نجاح المنتخب الوطني لانه الان كاين فئة عدوة للمنتخب الوطني رح تتمنى فشل المنتخب الوطني رح تتمنى له السوء رح تتمنى له يعني السقوط في كل مرحلة ورح يقوم بها لكن بإذن الله رح نكونولهم بالمرصات رح نوقفوا ضدهم ورح نحاربوهم لانه احنا برماضي لما جاء في البداية ما كناش ضده انا شخصيا كنت معاه وكنت مسانده وكنت ندافع عليه بشغراسة والحمد لله وان احنا فكرشنا كاش تتمنى الفيديوهات انتعنا راي في القناة حرفية وبعد شفنا انه طريق بدت زيكزاقي به حذرنا انتاقدنا من بعد السيد قرر ان يروح في طريق الخسارة في طريق الخروج من اصغر او من اذيق الابواب وكان له ذلك وخرج من المنتخب والان احنا رح نشجعه في المنتخب ما رح نشجعه في الاشخاص حنا الان رح نقفه مع بيتكوفيتش بش يقدمنا منتخب جيد لكن اذا ما قدمش منتخب جيد رح ننتقدوه بطبيعة الحال مقارنة مما شفتوا مع سويسرا انا عندي تفاؤل كبير جدا مع بيتكوفيتش وان شاء الله الامان انتهي تكون في محلها باذن الله بالتوفيق لمنتخبنا ان شاء الله دائما الازدهار والتطور ونروح الى على المراتب احبتي شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة